قبيل الانتخابات تغص شوارع البلاد بصور وملصقات كبيرة لمرشحين من مختلف الأحزاب السياسية بعض هؤلاء يعدون غير معروفين يمثلون توجهات طائفية وحزبية وبعضهم الآخر يعد تكرار للوجوه ذاتها منذ عام 2003 ما خلق ردة فعل لدى العراقيين بالضد من المشاركة بهذه الانتخابات ومقاطعتها مراقبون لشأن العراقي قالوا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون هي الأقل وفق تقارير غربية فيما أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن اللامبالاء والإحباط يخيمان على المواطن قبل أسابيع من موعد الانتخابات إلى درجة جعلت العراقيين يشعرون باليأس من تحسن أوضاع بلادهم عبر الانتخابات والسبب الرئيس هو أن كل برامج المرشحين تقتصر على الوعود التي لن تنفذ كسابقاتها في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية ومالية خانقة ليس هذا فحسب بل ذهب بعض المراقبين والمحللين للشأن العراقي إلا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون هي الأدى منذ عام 2003 هذا الواقع ولد شعورا جماعيا بأن المال السياسي والسلاح المنفلتة والميليشيات هم المسيطرون على الدوائر الانتخابية جميعا شعور عام تؤيده منظمات مراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث عبرت عن مخاوفها من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات ولسيما أن العراق يعيش على وقع شد وتنافس سياسي وانتخابي يسبق إجراء الانتخابات الأمر الذي يدفع الميليشيات للزج بمرشحيها إلى الواجهة باستخدام طرق الترهيب والضغط على الناخبين تواصل الخروقات في الدعاية الانتخابية فضلا عن استخدام مال الفساد الحكومي في شراء الأصوات وتمزيق صور وأعلانات القوى المنافسة زاد المخاوف من تحول الانتخابات المقبلة إلى صراع بين الكتل والأحزاب المتنافسة واللجوء إلى تزوير الانتخابات ومن ثم الاختلاب بعد أعلان نتائجها وعليه ليس ثم تتعويل شعبي على هذه الانتخابات وقواها السياسية بسبب التجارب السابقة للانتخابات التي شهدها العراق بعد عام 2003